اهلا بكم عزيزي المشاهدين في بناميبكم بيت فرحانه نشكر ربنا ان بيوت فرحانه مكمل بمتابعتكم لنا وبتشجيعكم لنا نشكر ربنا ان احنا لسه بيلاقي بيوت فرحانه نشكر ربنا ان احنا لسه في نور في الارض ممكن من خلاله نتعلم حاجة جديدة الناس كتير قوي لما باجي بيقابلوني يعني بيقولوني نفس الحاجة دي هو انت بتضحك علينا هو في ناس متجاوزين ساعدة هو في بيوت فرحانه بيحسوني ان انا بيضحك عليهم بالفعل لكن الحقيقة اللي انتو بتشوفوها البيت اللي احنا بروحها دي يعني مثلا النهاردة البيت اللي انا فيه ده انا اول مرة راجي فيه اول مرة قابل الزوج والزوجة بس عندهم قصة حلوة جدا الارتباط الاسري يعني ايه ارتباط اسري وانت داخل تتجاوز او انت داخل تخطوبي بتفكروا ازاي بتفكروا هو مشروع هتكسبوا كام هتتنقلوا من مركز او من مستوى المستوى ولا انتو يبقى عندكم بيت طب الجواز المسيحي بيقول ايه الجواز المسيحي بيقول ان بيتنا كنيسة ولا بيتنا بزنس هو ده الموضوع اوقات احنا بنتوه ما بين الحاجات يعني احنا بنتجوز ليه لازم قابل ما ندخل الارتباط نسأله عشان في الاخر بعد ما ندخل الارتباط ما نقولش ان الجواز دي حاجة وحشة زي السائند انا بشرفني وبساعدني ان انا اكون في البيت الحلوة اللي انا قاعد فيه دلوقتي بيت رامي ونرمين ازايكم؟ حمد لله انا وصوتنا عندكم النهاردة واحنا وصوتنا بهذا بجد يمكن اللي دعانا للبيت الاستاذة نرمين صح كده؟ صح قابل الحلقة ما تقولي ايه كلم هو الاول كلم هو الاول انا قررت اكلمها الاول بقاش يا رب نرمين الارتباط دايما الجواز واخد سمعة وحشة جدا سيئة يعني اغلب الناس بيكلموا عن الجواز وبالزاد في الوقت اللي احنا في ايه ده بيقولوا كلام مش كويس جدا عن الجواز ايه رأيك في الموضوع ده؟ فمملكة نظرهم عشان ما دخلوش التجربة فخايفين فالخوف بيسبب قلق وبيسبب القلق دايما بيسبب ايه انا خاف من التجربة الاولى وخاف من التجربة التانية التجربة الاولى اللي هي الجواز والمسئولية التجربة التانية اللي هي الخلفة الاولاد والتجربة التالتة اللي هي انا خلاص بقيت متقيدة فيهما بس لما هتخشها كل ما تخش تجربة اولى هتحس ان هي حلوة هتخش بعد كده التجربة التانية والتجربة التالتة هتبقى مبسوطة بها جدا بتبقى احسن من يعني لما بلاقي بنت مثلا كاد بقى انا خلاص انا زهقت انا خلاص انا تعبت فبقول لها انت احسن من غيرك بكتير فيه ناس بتتمنى يبقى فيه جو قسري فيه ناس بتتمنى ان حد يخش عليها فيه ناس بتتمنى ان هي تبقى راح تجيب مثلا ولادها من المدرسة نازلة تجيب طلباتها فيه ناس متقيدة محبوسة مش لقى اي حاجة تعملها نعمة يعني المفروض اه دي نعمة تعمل اه ان احنا او قابلهم عشين في نعمة بس مش واغدين بنى فعلا مش واغدين بنى من لو مسلا واحدة شغل بتزهيقتي من الشغل دي ربنا ميديكي صحة اه ما بتشتغليش ميديكي صحة انك شايلة مسئولية ولاد شايلة مسئولية بيت دي صحة فيه ناس تعبانة مش قادرة تعمل اي حاجة خالص صحة مش قادرة دي اولا دي نعمة وسحة ربنا ميديهادك ثانيا اكبر نعمة ربنا بيديها للزوج والزوجة هو الاطفال فيه ناس بيتمنوا اطفال فيه ناس بيحس ان هم ملهمش هدف في الحياة انا بشتغل ليه انا مش عارف اه مصيري في الحياة ايه مليش هدف ايوة لكن الجو الاسري بيحس فعلا ده بيرتباط ارتباط جميل جدا ربنا ميديك فعلا اكبر نعمة ربنا متدهلت صحيح صحيح رومي ايراك في كلام ده بقى كلام جميل طبعا اه هي في الاول وقالت انا ما بعرفش اتكلم اقوله الرومي وبس هي تلقى اتكلمك لا 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 كل الكلام اللي اتكلمت هو الجو الاسري طبعا ده حاجة جميلة اه وبتغير بتغير ازاي يعني ممكن تخلي وحش يبقى حمامة سلام وحش يبقى حمامة سلام اه اه الجو الاسري طبعا ازاي اي راجل قبل الجواز او اي شاب قبل الجواز من دفاع اه الشباب الشائية بقى اه فما بيبقاش فارق مع حاجة مفيش حاجة يخاف عليها لحد ما بيبدأ يدخل في موضوع جواز بدأ يخاف على حاجة مجرد ما بيجي عيل ده موضوع خلاص انته اه بقى عنده كنز على قد ما بيقدر بيحاول يحافظ عليه ويحميه ويحافظ على نفسه من اجله فاهم يعني انا لما بحافظ على نفسي من اجل عيالي ايه مش من اجل انا انا مش مهم لما بعمل اي حاجة بيبقى من اجلهم يعني رقم واحد البيت عندي رقم واحد جو اسري يعني انا بحب حاجة اسمها الاسرة قبل ما نبدأ تصوير بصراحة انا اومر اشوف راميه النهاردة وراجل صراح جدا قلتلي ان انت كنت محروم من الجو الاسري وايه اللي انت شفته في بيتك قدرت اتعوض اللي انت تكون محروم منه ايه اللي شفته كان فيه تفكك اسريه ما بين والدي و والدتي و كده اه يعني ما كنتش اسرة اه هو كان مندفع شوية هي غالبانة بزيادة عن اللزوم اوكي فمتى اقلموش مع بعض فكان فيه تفكك اسري طبعا فبالنسبة لنا الاسرة ده دي حاجة مقدسة جدا لان بعوض اللي اتحرمت منه في عيالي شكرا اللي صراحتك و جراءتك ان انت تقول ده لانه فيه ناس تانية ممكن تبقى مكسوفة تقول ده ايه الغلط ان انا اقول او ماقولش ايه ايه طب ايه اللي يخليك ان انت ما تتكلمش دي صراحة فاللي حواليك كلهم عارفينها تمام ده 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 امر واقع فان انت ما تقولوش انت غات من الناس اللي ما تعرفاكش مهم مش مهم يعرفوه لو ما يعرفوش ايه المشكلة انت عندك تفكك سليم اه مش شرط يكونوا مش عايشين مع بعض بس ممكن يبقى ده في اتجاه وهي في اتجاه حتى الوقت في البيت كل واحد في اتجاهه وبيبقوا في نفس البيت بس كل واحد مفيش اللامة ان انا بدخل البيت اللي ماسك تاب يسيبوه اللي ماسك تليفوني يسيبوه الجو ان احنا نقعد كلنا ناكل في وقت واحد اه نقعد بالليل نتفرج على فيلم مع بعض اه احب اه محبش اخرج لوحدي اصلا خالص يعني عشان اه ممكن عربيت تتريكن في الجراش ممكن شهرين ثلاثة ما تطلعش من الجراش لو مش محتاجها غير وهما معي يعني هي دي الحاجة الحلوة اللي في حياتي انتو اه تعرفت الوقت ازاي اسألك اه انا كنت اه جاية من المعهد وشفت بابا كان بيجيب له شقة اه قالوا انا عايش شقة في المنطقة دي باباكي بيشتغل سمسار اه كان زمان اه كان زمان اه اه فبيقول له ماله كان بقى جايب وجايب فبيقول لي مش تسلمي فرفت مسلم عليه قالوا انا جبتلك شقة وعروسة ده باباكي قال كده قال كده اه وانتو ولا تعرفوا بقى دول عمرك شوفت بقى بس انا استغربت من الكلمة اي بنت طبعا بابا بيقول كلمة زي كده هتعمل ايه اه سفت وجريت سفت ومشيت خلاص يعني انت راح تجيب شقة هو الموضوع لا هو بص ترتيب اقول لي ترتيب اه يعني هي جت كنت لها مترتبة انا شفتها مين دي دي بنتك كبيرة اه مخطوبة لا مش مخطوبة طب ايه اه اه انا جريء شوية برضى يعني اه انا كنت فكى كمان الخطوبة كنت بقى لي عشر ايام هي كت فكى خطوبة حد اقربها ها كنت فكى خطوبة حد اقربها اه 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 وتلات مرات وكتعادي بعودة بقى خلاص وخدت القرارو مفيش ان تبارات ياه انت خلات بقى مفيش ان تبارات قفلت بعدما هو اول لبباوكي او ايه اللي حصل بعدين ايه اللي حصل جت كل حاجة بسرعة ايه بقى تقلمنا خلصنا كل حاجة كده بسرعة بسرعة اوكي عملنا نص كليل في 12 اتجوزنا 15-15 من 11 سنة كمانا من 12 سنة من 12 سنة فكرة ان قبل ما ندخل الارتباط ممكن كل واحد يبع عنده ماضي في ناس بتقول ان هي ممكن تحكي الماضي ده و الناس تقول لك لا ما نحكوش عشان خاطر خلاص من قوي ما عرفت بعض اللي فات ميت الصح والغلط هنعرفه دلوقتي من رامي و لازم ايه رأيك في ما هو ده طبعا لازم الناس تتعلم منه الوحش لازم تحكيه الناس برضه تتعلم منه والحلو برضه لازم تقول عشان برضه الناس تتعلم منه تمام الوحش عشان ما تتخطوش تعمله تاني والحلو تتعلم وتعمله تمام رومي ايه رأيك في الموضوع ان دلوقتي يدخل انت كنت من الاخر كده كنت شاي اه هو قلي كده بيقل انا عملك جواس كنت شاي جدا اه وانت بقى لما عرفت بادة بنرمين انت فان حكيت لها كل الحياة من اول قاعدة قدام ابوها وقدام اماما اه اه انت قدامت سألت سؤال يخص ده يخص مضيك يتجاوب اه بالحقيقة كاملة هي تقول ما نتكلمش في حاجة زي كده لكن انا بعمل ما بعملش لا انا ما بحبش ده لازم تجيب من الاخر انا عملت اللي انا عملته وربنا شافي شافني هخاف من مين انا ما حدش هيخاف غير كده انا كنت بقولك شاقفة فما فيش ما بهبش حد اللي عجبني ياخد الكوكتيل كله على بعض الحلو بالوحش لما يكون حد بالذات في الجواز انت ممكن تقول الوحش قبل الحلو عشان لو اتقابلت على ده اه 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 مع العشرة مع الحب اللي ما بينكم مع الحاجات اللي هتيجي بعدين فكل حاجة هتبقى واضحة تماما هتكذب في اول مشوارك يبقى هتعيش بقى عمرك كله كدب اه هتعيش بقى عمرك كله كدب مهما كنت سادق مهما كنت بدأت حياة جديدة انا ابتديت الشواء بدري شوية فانهيتها برضو بدري شويتين يعني ما طولتش معايا قوي وكان بالنسبة لي بقى هو جو الاسرة ده انت عندك كم سنة انا دلوقتي داخل في ثمانية وثلاثين ثمانية انت متجاوز من وانت عندك خمسة وعشرين وقتصور اه وانت كنت ثلاثة وعشرين اه صح كده؟ فكان كويس ان هو يحكي بقى كل الحاجات اه طبعا ايه دي حاجة ان هو لما حكوش انا هحسه ساعته يبقى في نظر كدب وممكن يعني هو لما قال لي ده عجبني ان هو صريحة و لما كانش اقاله بقى كنت ممكن احط في جماغه حاجات تانية كتير وكنت ممكن اتخيل حاجات اهو ما كانش بيعملها هتخيل الحاجة ممكن تبقى اهون شوية من التخيل يعني التخيل الشيطان بيدخل فيه بيدخمه صح زي البلونة بيقعد ينفخ فيه ينفخ فيه فبيضخمه بجامد لكن انت لما بتقول كل حاجة انت اصلا انت ما عملتش حاجة تخجل منها برضو دي شقاوة يعني فعلا شقاوة ان انت محدش يجي علي مسلا محدش ياكل حقي ابقى واخد قدام الناس بقى اه كده يعني بالزبط اه اللي ييجي علي اه اه وغير كده او مفيش فعلا مكتاب مكتاب سال كده ليس مكتوم الا وسيوى اول زيارة خدني فيها خدني الفيوم لاخته فكلاب الصليب فلقيت ابن خلت بيقول له ايه ده انت لاب الصليب انا مستغرب ده ليه قال له ده حاماتي جيب تقولي فممكن لو ما كانش حكا انا كنت اقول ليه هو بيقول ليه كده كان دماجي بقى اه انت يعني برضو سؤال ده مهم هل قبل الجواز فرق حياتك مع ربنا غير بعد الجواز من قبل جوازي بشوية اه يعني من قبل جوازي بشوية اه وقال له انا لو كنت في الشقاوة لحد وقت الجواز ما كنتش اتجوزت اه ما كنتش هتجوز لكن انا قبل الجواز حصلت لي مشكلة في حياتي اه رجعت اه عمري اللي فات كله باللي انا عملته كله وكت ناسي ان فيه في وسط كل اللي انا فيه ده حاجة اسمها ربنا يعني فاكره بالاسم مش بالقلب مش بالفكر يعني ما تعمقتش او اش هوا يعني او يمكن كان الشيطان ساحبني جامد يعني زياد عن اللزوم مجرد ما فتحت انجيل وقريت وقلت انا رافد ده بقى يعني انا زهقت اه تترفو الحياة اه في مية وتمانين درجة اختلافة لما بتجرب لما بتجرب النور انت بيبقى بالنسبة لك بتفكر الف مرة قبل ما ترجع الى الضلمة تاني واو موكس اكسوالي محدش من ايام الشيطان شايفك بعد فترة طويلة وقالك انت شكلك تغير او محارفكش لا يفرح بخاطي واحد يا توب اكتر من تسعة وتسينة باري الماكولة دي انا جربتها عملي ربنا بيديك الحكمة الحكمة اللي بتبقى نقصاك لما بتقرب منه جامد وبتطلب منه بيدها لك ايا كان استخدامها واو ادها لك وبالحكمة دي انت طورت من نفسك تطور جامد جدا 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 في كلامك واسلوبك وتصرفاتك مع الناس وهدوءك وان لما حد مثلا بقى له عشر سنين ما شافكش ويجي فجأة يشوفك رمي ازاي؟ ايوه اه يعني ازاي؟ قبل ما بنتجوز نروح ممكن نحط مثلا على المسبح ويقول له رب اختار ما دام نرمين؟ رامي حكالي قبل ما نصور ان كل الفترات اللي ما بيجي لحد كنتروح تقول له يا رب لو في خير الدهوني لكن عند رامي قلتي حاجة معينة قلتي ايه؟ قلتي منه شر حوشو اهدي اهدي الوحيد اللي قلت كده ليه؟ مش عارف اه ما عرفش ما عرفش ليه كتبت كده بقى ما انا معرفت رغم انت ساعتا كنت شفته مرة واحدة تاني يوم رحت الكنيسة وحطيت الورقة بس كتبت ايه كده بالضبط يا رب؟ يا رب لو منه شر اهدي 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 مش حوشو الا قبل كده كنت تقولي حوشو لا لو منه شر ماشي ماشي ولو منه خير اه 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 المرة دي كتبت اهدي ما عرفش ايه اللي خلينا كتبت كده ما عرفش ولا كنت كلمت ساعتا ولا كلمة ما تكلمتوش قاصل هو تقدم رفت الكنيسة كتبت انا مسيطر برا اتحضر 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 انا اسماتي وعزة لابونا بيقول ايه اه كان واحد خاطي خالص طب بيقوله تا ما تيجي معي الكنيسة كان يتخني معي الاجتماع اي حاجة فبيقوله ايه الحجمة مش هطيق القعدة قاله طب جرب خدوا واقعدوا فعلا في الكنيسة لمدة ثلاث يوم واربعض رابع يوم قاله انا عايز اعتري في قعدة الكنيسة انا حس انها غيرتني ايوه ايوه غيرتني دي حقيقة عايز اقولي الحاجة عن هو ده المكان اللي احنا بنقعد فيه الناس اللي بنقعد معاهم الطاقة اللي بنقعد معاه دي بتتنقل لنا اه يعني انا لو قاعد سريعا لو انا قاعد في مكان كل الناس اللي فيه ناس مش بتاعت ربنا يعني او ناس بعيدة عن ربنا مش هلنقول بتاعت ربنا او غير بتاعت ربنا ايوه ايوه بتفسد الاخلاق الجيدة ايوه ايوه فغزبنا لما نوح كيسة نقعد فيها الطاقة اللي بتجينا من ربنا هي بتلمسنا بحقه حقيق بس في نقطة برضو مهيانة مهمة جدا قول لما بتسيب الفريق ده وتروح الفريق ده ايه اللي بيحصل بقى انت بتبقى في حرب جديدة جدا بيحطك في حرب كوية جدا جدا لا بعد مين ما تتخيل بيحطك في حرب فعلا شديدة ليه لان انت انت كنت في الفريق بتاعه صح انت فجأة سحبت من الفريق ده بقت في الفريق ده فبيحربك بكل قوته عن طريق اللي حواليك وعن طريق القريبين منك وعن طريق ان يحطك في مشكلة وعن طريق انه يحطك يحط حد قدامك يعايز يدخلك في مكان كده او مكان كده يعني بيحربك حرب جديدة جدا فاهم فاهم ده فاهم ده طي عارفت جذور اصلي الشجرة ليه عشان كده بقولك الاسرة بقا ايوة ده الكلمة اللي فيها كل معاني مهما حريبته مهما عملته مهما اعمل اللي انت عايزه مجرد ما بشوف عيالي اي ان كانت الحرب هل انا استاهل ان انا اكون القب لدول هحارب بكل قوتي. امان. الراجل لما بيشوفوا رامي ولادي يقولوا انهم صحاب. اه انت ولادك. اه. والاطفال كلها غيرانة من معاملة اه. انا عندي ايالي مرتبطين بيا. جدا. جامد جدا جدا جدا. بيبو الصغير ده ممكن يقف وانا بدخله المدرسة. خلي بالك من نفسك. يقول لك. خد بالك وانت ماشي. ياه. اه. خلي بالك مش عارف من ايه. بيقضي يقول لي حاجات اولياء الامور اللي وقفينه قدام المدرسة بيقضي يتحق. لازم لها كل يوم. كل يوم لازم يقولك كمتين دول. صح? هو من الله. بيبو محدش بيقوله يقول لي اي حاجة. الله ربنا احفظ. تصرفاته طبيعية معي بنسبة ما في الميمن وهو لسه سنتين. ربنا احفظ. بس دايما كان يقول فقد الشيء لا يعطيه. ومع انك انت عيشت. العكس. حاجة فقدتها يعني. معي لازم عوض عيالي ده. فانت قدر تدي ده. الناس دام يقولك ايه اصل اللي ما خدش ده اول ما عشوش مش هادر يديه. لأ وفي ناس بتبقى العكس. في ناس بهدلت في الصغر مسلا. اه فاول ما تكبر ويبقى عندها عيال ما انا اتمرمطت. اتمرمط زي. ما انا عملت اعمل زي. لأ اوان ليه زي. طب ليه دوق اللي انا دقته. طب ما اللي انا دقته كان طعمه مر قوي. ما دوقوش لبني لان من حب لي مش هخليه دوق. صح. انا بحبه المفروض. ما انا بحبه. مش هروح اطلع فيه. طب انا هعمل زي اللي بيقره فدوق المر. يبقى انا كده ايه الفرق. صح. وانا برضو كان لازم يبقى ليه دور كبير. لما احس ان جوزي فقد حاجة لازم انا اعوضها له. اه. مش هقول لا هو خارج مسلا من جوه فقد حاجة. انا خايفة يعمل كده في ايه او في عيلي. لا بالعكس. ممكن اه. كان لازم اغير له النقطة بتاعته دي. فاهم. وكان لازم اعوضها له. انتو جمال. يا ربنا. جدا 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 جدا. ومليانين حاجات فعلا سمر يعني دايما انا اقول كده انه الحقيقة دي سمرة من سمر ربنا. الانسان الحقيقي او الانسان الصريح دي سمرة من سمر ربنا. فانا اغلب الناس يعني وقليلين الناس اللي بتقدر تقولي الصراحة. ليه? قليلين يعني لانه الاغلب بيحاول يداري حبت حاجاته عشان ما حادش عرفها لكن انتو قلتوا دلوقتي الغلط لو انت قلتلي انه الغلط لو انا داريته هفضل لقى فيه مش اه. ما هو الغلط فيه ناس تقولك انسى اللي انت عملته وبتدي جديد. لا ما تنساش اللي انت عملته ده انت حط اللي انت عملته بروزه بروزه ايه عشان غلط. وحطه قدام عينك دايما عشان ما اتكررش. داود قال خطياتي امني في كل حين. ده كلامك ده كلام كتاب مقدس. طيب. خطياتي امني في كل حين. عشان ما يرجعش ويعمل ناتس. هتكرر ما هو الغلط لو نسيته او راح من قدام عينك هيتكرر وممكن بنفس الشكل وبنفس الطريقة. صحيح انتو عندكو اولاد اه مين نادا. نادا ومرولا. نادا ومرولا. وبرقام. ومايكل. ومايكل ده اصغر واحد. اه. صح كده? اه. كفاية كده ولا? لا كفاية. لا حلوة او ده. انا انا معاكم فعلا بجد جد من قلبي وفرحان قوي وهي فعلا حاجة موفقة ان انت كنت تبعدلنا على صفحة اه المعيدة البرنامج مريز تقول لها انا عايز صور بيط فرحانة. اه. عجبتني الفكرة اول. انا 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 فرحان قوي ان انت بعدتلنا لاني فعلا انت النهاردة وادتينا لمكان تاني خالص. لبيتكم. عجبتني الفكرة وعجبني البرنامج جدا. تمام يا رب يعجب بقى يعني. لا بجازكم. لا يا عجب. لان البرنامج بيط فرحانة هو كنسة في البيت. يمكن الناس كتير اه ممكن يقولك ايه داري يعني على شمعتك والحسد والكلام ده. بس حقيقة زيما الناس لو قعدوا في مجال شر بيتعدوا. كمان الناس لو لاؤوا طاقة ايجابية وحاجات كويسة برضو بتعدوا وبعزين يعملوا زيعة. اه ختاما رامي قبل ما نشوف الولاد الحلوين يعني نصيحة تقولها لكل زوج بتفرج عليك في الحلقة. وبالذات لو زوج جاي من خلفية يمكن هو كان مفتقد فيهم من اعمل الارتباط. تمام. لو حب ان هو يتجوز وحب ان هو يجيب عيال نشور لازم يتغير مئة وتمانين درجة. لو لاقي نفسه ان هو مش هينفع يتغير يبقى بلاش يخط الخطوة. امين. عشان ما يوديش. هيودي اللي معاه هيودي اللي معاه ما هو المشكلة مش فيه هو. زي عندنا مشاكل كتير جدا يعني شاب طايش لا ده لما يتجوز ربنا هيهديه وهيبقى كويس وفي الاخر تبص تلاقي واحدة غلبانة معها عيل ولا عيلين. وجوز يسايب المشاكل اللي بنسمع عنها كل شوية كل شوية كل شوية كل شوية. فياريت لكل شاب لو اهلت نفسك تأهل مزبوط وحبيت تستكر هتحس الفرق اه جميل جدا. مش. وطريق النور طبعا يا مش محتاج ان هو يسمع مني او من اي حد. صح. طريق النور. طريق النور طبعا. واو. مش لازم تكون الخطيئة. فيه شباب كتير مش قد المسئولية. اه. تحس ان هي خلاصة كيودة انا مش قد المسئولية. فلو كل واحد فكر انا داخل خطوة. مش داخل جواز تقليدي. وفرح وهيسة وشهوة والكلام ده لأ. بتزلمها. صح. وبتزلم الاطفال اللي جاي. فاللي ياخد قراري يبقى قد المسئولية انا داخل مسئولية. متشكل قوي على اليوم. حلو. شكر جدا على الدواء الجميلة قوي اللي انا شفنا يا رومي. يعني انا موصول انها شفتك قوي وموصول قوي قوي ان انا عرفتك بجد يا رومي. يعني حقيقي يعني حاجة انت تشرفت يا رومي. تعيش تعيش شكرا. ويا رب نبقى قدل. يا رب دايما انت ابو انت. اه لا نبقى قدل فعلا الحلقة اللي عملناها تفيد الناس فعلا. وفعلا يا ربي كده يدين فعلا يبقى في حب بيتنا. يا رب يا رب. ونبقى فعلا يبقى في البيت فرحونة. امين 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 امين. شكرا لكم جدا انا وصوت خالص ان انا كنت النهاردة موجود في البيت ده. وهنروح فاصل. هنرجع تاني نشوف اولادهم من سمارهم تعرفون اهم. يا رب يا رب. وارجعنا لكم مرة تانية ونرحم ديكم مرة كمان. وبنشوف اا امامير الحالوين دول ازاينكم. امين. اه اسمك ايه؟ نادا. نادا. ابرام. ابرام. میرولا. ميرولا، عاملين ايه؟ كويسين انت في سنة كيام؟ انا اولى اولى؟ وانت؟ بستو وانت؟ ربع ربع، طيب هابدأ بنادك نادا آآ فكرة الارتباط للأسرة يعني انتو كأسرة يعني تقودوا مع بعض وكده حكي لي يعني يعني لما منيجي نعود يعني نعود مع بعض كده و يعني نعود كده بابا بيحكي لنا كده كده يعني ونعود نفراجع التلفزيون كده يعني يعني بتقودوا مع بعض فراجع على التلفزيون وعنيت الحلوة دي او صح؟ برام، سمعت ان انت دايما بابا على باب المدرسة بتقعد تقوله حبيت حاجات كده بتقوله ايه بقى؟ بابا ترحشني وخلاف من نفسك اه بابا ما عارب ايه سهلا كل مرة بتقوله كده؟ انت بتحبه قوي ها؟ يعني بابا بالنسبة لك يعني ايه؟ يعني غير ان هو بابا يعني تحس ان انتو ايه كده مثلا؟ اصحاب مثلا؟ بتعتبروا صاحبك يعني؟ مشي انا مبسوط لانا شفتكم قوي النهاردة وعايزك تقولي بقى قولوا انت هالترنيمة بقى معرفش هالترنيمة انتو حفظينها ها؟ انتو اللي تختارو اه بيبو حفظ العليقة وانا مراحب دين الناس لما شفت مشي قولينا انت العليقة العليقة الذين اقاح موسى النبي في مرجية اقاح اقاح وهو حملت جبر اللحوتية بتعت أشهر في أحشاها وهي عزراء ببكورية بروبو شاطر هتو تروحوا كنيسة؟ هتو تروحوا كل أسبوع؟ آه هتروحوا مدرس لحد؟ آه هتو تروحوا ترنيمت إيه؟ النس لما يلا قولوا النس لما شفوك عالقب عرفوك هدفوه آلو يا مريم علشان بيحبوك هدفوه آلو يا مريم علشان بيحبوك بروبو 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 هايلين شاطرين كل حاجة حلوة شكرا لكم عزيزي المشاهدين على متابعتكم لبرنامج بويت فرحانة ورسائلكم الحلوة على صفحة الفيس اللي دايما بتشجعنا وبتخلينا عايزين نكمل النهاردة في بيت رومي من المين شفنا يعني إيه؟ الإنسان لازم من البداية يكون إنسان صريحة وأي حاجة في ماضية غلط لو أنا قلت الحقيقة واعترفت بيها للشريك حياتي دي حاجة كويسة لإني ممكن في يوم من الأيام هو يعرف عن طريق أي حاجة تانية وحس إن أنا إنسان كنت مخبي أو كذب وعلى فكرة هو ده مبدأ الاعتراف في الكنيسة لما بنعترف بخطيانا إحنا بنبقى أحرار مش ممسكين يعني الشتنط له بيحب يمسكنا ويخلينا إيه؟ الصندوق لسود بتاعنا والحاجات المخفية الجواه ما بنطلعهاش ليه؟ عشان يبقى طول الوقت هو اللي ماسك زمام الأمور برقم واحد البيت معترف رقم اتنين بيت تايب كتير قوي مننا بدبقى مش فاهمين إيه اللي بيحصل لنا في بيوتنا بيوتنا محتاجة نبقى تايبين كلنا ومقدمين توبة حقيقة للمسيح محتاجين إن إحنا نعرف إيه اسم روح الكدس نعرف إمتى لما نتوب محبة فرح سلام حاجات كتير آخر حاجة لارتباط الأسري كتير قوي مننا زم قال رامي نبقى عادين جوه البيت بس كل واحد في مكان نبقى آه اسمنا أسرة بس مش مرتبطين كل واحد في حتة أرجوكم الجواز مش هو القضية بالعكس إحنا اللي فينا كل الحاجة النجاح عندنا والفشل مننا فإحنا لو عايزين ننجح يبقى الطريق هو واحد بس المسيح نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بيوت فرحانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر